الان حصحص الواقع وتهاوت اوهام الغلبة وبات الذين اعتقدوا انهم بالسطو والغلبة بامكانهم الارقضاد على اليمن والوصول الى السلطة والسيطرة على الحكم في مربع اخر وخطاب اخر بعد ان بددوا فرص الحلول السياسية والسلام يقدمون مبادرة للحل باعتبارهم طرفا سياسيا وليس طرفا عسكريا انقلب على الاجماع الوطني بحسب متابعين هي العاب جديدة في مربع السياسة هذه المرة وربما تأتي باعاز من اطراف خارجية خصوصا وان الرسالة تم توجيهها للامم المتحدة من جماعة لا تملك اي توصيف قانوني او شرعي لتخاطب جهات دولية دلالات التوقيت في المبادرة الحوثية حملت اكثر من بعد واكثر من مضمون كونها جاءت في مرحلة التآكل العسكري للميليشيا كما ان مضامين تلك المبادرة تخلو من اي تناولات حقيقية متعلقة بجوهر المعضلة اليمنية سلاح الميليشيا المبادرة التي انطلقت باسم محمد علي الحوثي جاءت بعد تقرير فريق الخبراء الاممي اصادر مؤخرا الذي اوصى بادراج محمد علي الحوثي في لائحة العقوبات الدولية وهو ما يفسره البعض بانه سبب توقيع المبادرة الحوثية المرسلة للامم المتحدة باسمه دون ما اسم اخر نشاط ميليشيا الانقلاب في الشمال والجنوب داخل مربع السياسة مجددا يأتي في اعقاب التقرير الذي رفع لمجلس الامن وحمل العديد من المكاشفات المتعلقة بمسلك ميليشيا الحوثي ومسلك التحالف العربي ايضا وقد تأتي هذه المناشط كحالة استباقية لما قد يترتب على التقرير من قرارات وعقوبات في الضفة الاخرى يمول النظام الاماراتي التحركات الدبلوماسية لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي وهي خطوة يعدها مراقبون مسلكا مضادا لمشروع استعادة الدولة في اليمن خصوصا في ظل تعاطي دول اوروبية بعينها مع كيانات مضادة للدولة بما يتنافى مع الاعراف الدبلوماسية بين الدول